بسم الله الرحمن الرحيم ولكن النهاردة تم عرض تقرير مهم من جوة مجلس الوزراء عن متابعة موقف الاقتصاد المصري وبالذات بعد القرارات اللي تم اتخاذها فيما يخص السياسة النقدية وتحرير سعر العملة لأن كان هدفنا الرئيسي طبعا ويمكن ده كان تكليف من فخامة الرئيس في دوق كل القرارات اللي طلعت من المؤتمر الاقتصادي وما تم تنفيذه منها بالفعل وكان طبعا على رأسها موضوع حزمة الحماية الاجتماعية اللي برضو بنتهز الفرصة وبهجه الشكر لمجلس النواب على سرعة موافقته على هذه الحزمة وإقرارها واللي ان شاء الله حنبدأ تطبيقها اعتبارا من هذا الشهر طبعا بمجرد يعني ما يصدر القرار الخاص بالقانون الحقيقة احنا من ساعتها وإحنا بنتابع على الأرض موقف الاهم شيء طبعا السلع ومستلزمات الانتاج والمواد الخام لان كل هدفنا كحكومة في هذه المرحلة الاستمرار في توفر السلع في السوق والحفاظ على بقدر الامكان ان الاسعار طبعا تبقى مستقرة في هذه المرحلة بالذات ويمكن عشان كده يعني النهاردة الحياة وده برضو كان تبقى لتكلفات في خمط الرئيس كان فيه يعني تكلفات لقواتنا المسلحة الباسلة والشرطة والمحافظات ووزارة التموين بموضوع ان احنا نتوسع في توزيع الكاراتين اللي بتحتوي على السلع الغذائية الرئيسية بأسعار طبعا مدعمة بالكامل وايضا التوسع في انشاء المنافذ اللي بتعرض فيها هذه السلع بأسعار معقولة وفيه متناول كل المواطنين في هذه المرحلة وحتستمر ان شاء الله هذه المنافذ في خلال الفترة القادمة علشان تحقيق الاستقرار في السلع وان المواطن يجد هذه السلع بأسعار معقولة في هذا الوقت ولكن ايضا انا حابب اقول ان الحقيقة يعني فيه تواصل كامل مع اتحادات الغرف التجارية ويمكن معالي وزير التموين كان لسه عاقد اجتماع منذ يعني يومين تقريبا اول مبارح مع كل اتحادات الغرف وتم التوافق معاهم على يعني العمل على استقرار الاسعار السلع والاهم توفرها بالكمية المطلوبة في خلال الفترة القادمة وده جهد الحقيقة جهد كبير جدا احنا كدولة بنبزله والحقيقة برضو مع قرارات السيد محافظة بنك المركزي بدأ بالفعل انفراجة جيدة جدا في الخروج المواد الخام ومستلزمات الانتاج وبدأت فعلا كل الرجال الصناعة بيقولوا ان فعلا ابتدى هذا الموضوع يعني يتحرك منذ اتخاذ القرارات كانت يوم الخميس لما خدنا اجراءات تحرير السلع فالحقيقة دي كلها يعني قرارات مهمة جدا هدفنا كحكومة زي ما قلت لحضراتكم العمل على توافر السلع وتحتها لكل المواطنين وما يبقاش فيه نقص لأي سلع احنا بنتابع كل قضايا المحاصيل المختلفة موضوع الرز موضوع القطنة حتى للفلاح المصري وبنتابع الاجراءات ازاي علشان نضمن طبعا برضو استقرار هذا الموضوع ولكن يمكن اسمحولي انت حضراتكم لما اعلننا عن حزمة الحمال الاجتماعية وكان اجماليها زي ما حضراتكم عارفين تقترب من 67 مليار جنيه واللي قلناها كلها اللي هي هتبقى على مدار العام اللي منها طبعا موضوع علاوة غلاء المعيشة والسواء للمرتبات والمعاشات وكل الاجراءات اللي حضراتكم عارفينها ويمكن فيه المنطقة اللي هو احتفالا بمرور 100 عام على انشاء اتحاد الصناعات ايضا وعد اتحاد الصناعات انه حيتم تفعيل هذه الزيادة برضو للعملين في القطاع الخاص ان شاء الله فبالتالي الدولة المصرية يعني عملت جهد هائل وعملت هذه الحزمة اللي كلفتها 67 مليار جنيه ولكن واحدة من كانت القرارات دي واللي انا حابب ان انا اعرضها عشان المواطن المصري يعرف وحضركم تعرفوا الدولة المصرية متحملة ايه كان جزء واحد من قرارات حزمة الحماية الاجتماعية اللي وجه بها سيادة الرئيس ان احنا ما نزودش اسعار الكهرباء والمرافق الرئيسية في هذه المرحلة وبنان عليه تم التوافق ان احنا مش هنزود على مدار العام المالي ده كنا وقفين لغاية 3012 للكهرباء لكن قررنا ان احنا نمدها لغاية 36 القادم يعني معنا كده سنة كاملة مش هيحصل فيها زيادة انا عايز بس ارجع اقول لحضراتكم الرقم لان ده السيد وزير الكهرباء كان مفروض يعرضه لحضراتكم ولكن انا هعرضه بالنيابة عنه وقت ما اتعمل خطة اعادة هيكلة لتسعير الكهرباء على مدار خمس سنوات واعلنها السيد وزير الكهرباء في 302620 كان في مؤتمر 9.6 ناسف 9.620 اعلن هذه الخطة كان حطت هذه الخطة على اساس سعر صرف متوسطه 16 جنيه بالدولار لان طبعا تسعير الكهرباء مرتبط بالغاز اللي هو بياخده من وزارة البترول وايضا بتسعير يعني عالمي هو معروف فكان التسعير ان المفروض ان الكهرباء معمولة على اساس دولار ب16 جنيه وقال الطبيعي والمنطقي لو السعر الصرف تغير حتى تغير الاسعار فعليا احنا النهاردة خدنا قرار بعدم زيادة هذه الاسعار بالكامل على المواطن المصري لمدة سنة طب الخطة ببساطة شديدة كانت محسوبة على 16 جنيه النهاردة طبعا سعر الدولار احنا حضركم متابعين معانا وحصلت فيه زيادة الرقم فعليا نتيجة لهذه الزيادة وعدم تحملها وعدم تطبيق الزيادة الاصلية اللي كانت حتزيد لو كان الدولار فضل ب16 جنيه اللي اتنين مع بعض الدعم اللي حتتحمله الدولة في قطاع الكهرباء فقط في سنة واحدة بنتكلم في 43 مليار جنيه يعني احنا حنشيل قطاع الكهرباء عن المواطنين بسبب تثبيت الاسعار وعدم تطبيق الخطة وعدم تحميل الخطة زيادة فرق سعر الدولار حنتكلم في 43 مليار جنيه اخرى غير ال67 اللي احنا اتكلمنا عليها انا بس بدي لحضراتكم عشان نعرف قد ايه الدولة النهاردة المصرية شايلة عن او بتحاول انها تقلل من الاعباء عن الاسر المصرية في هذا الظرف الدقيق لان كل همنا زي ما بقول لحضراتكم احنا نعي تماما يعني الظروف الاقتصادية اللي بتمر بيها الاسر المصرية وبنحاول بقدر الامكان احنا كحكمة في ادار قدراتنا المالية والموازنة بتاعتنا اللي برضو حضراتكم مرة سألتوني طب لما وسألت وزير المالية لما اعلننا عن ال67 انتو حجبوهم منين وقلنا من الاحتياطيات بتاعتنا بنحاول بقدر الامكان ازاي ان احنا يعني نعدي ببلدنا ومن حيث برضو ما نقصرش على مستهدفاتنا فيما يخص ارقام الموازنة وكل الاداء الاقتصادي اللي احنا بنحاول بقدر الامكان وان شاء الله قادرين ان احنا يستمر في حالة الانضباط المالي اللي احنا بنأمله دائما لكن انا حديت بس اقول رقم الكهرباء عشان كلنا نبقى عارفينه اديه انا حدي لحضراتكم بس لو تإذنوا لي معاني وزير البترول برضو حيتلمنا عن النهاردة انبوبة البتجاز مع الزيادات دي بقت قيمتها وكلفتها قد ايه على الدولة والنهاردة الدولة شايلات دي ايه فحسيب لحضراته هذا الكلام وبردو حترك المجال اللي معاني وزير التموين برضو عشان يعرف المواطن تكلفة رغيف الخبز النهاردة مع الزيادة اللي حصلت وتحرك السعر الامح زاد اسعاره حضراتكم عارفين وتابعته لكن كمان مع تغيير سعر الصرف بقت كلفة الرغيف على الدولة النهاردة قد ايه اللي ما زلنا الحمد لله برضو احنا متحملينها عن المواطن المصري فبعد اذنكم اترك الفرصة لمعالي وزير البترول حضراتك تكلمة شكرا دولة الرئيس واستكمالا لما قاله دولة الرئيس فيما يخص المحروقات والكميات التي يتم تدولها وتوفرها الحقيقة احنا كقطاع بترول يعني دورنا الرئيسي هو ان احنا نؤمن احتياجات السوق والمواطن والدولة والصناعة لكل احتياجاتها من المواد البترولية سواء كانت السوان البوتاجاس سواء كانت بنزين سواء كانت سولار او مزود وكل ما هو محتاج لحركة التجارة والنقل وبالتالي دي المستهدفات الاولى بتاعتنا وده اللي حاصل في الوقت الحالي وموجود عندنا من سنوات خطة كويسة وهذه الخطة ليست فقط لتأمين الانتاج وتوفيره محليا بل ايضا لزيادة التصنيع المحلي من المنتجات البترولية زي البنزين والسولار بحيث انه احنا النهاردة كنا بنستورد مثلا في حدود 40% و50% في بعض الاوقات لمنتجات زي السولار النهاردة احنا يعني بيتتراوح كمية الاستيراد ل25-30% بالكتير والبنزين في حدود 20% فاحنا النهاردة ده من خلال اجراءات مهمة اوي بتتم فيها كمشروعات قومية لزيادة التصنيع المحلي لما نتكلم على استوانة البتجاز النهاردة احنا لو قلنا ادينا رقم للاستهلاك اليومي احنا بنستهلك النهاردة حوالي 800 الف استوانة البتجاز في اليوم والرقم ده كان اكتر من مليون استوانة فنزل من مليون استوانة ل800 الف ده نتيجة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ويمكن بالمبادرة الرئاسية كمان داخلين في حياة كريمة فحتى القرى كلها يتم توصيل فيها الغاز الطبيعي في خلال الخطة القليلة والسنوات القليلة القادمة ومن هنا بنقول ان استوانة البتجاز دي احنا كنا بنستورد 50% من الكميات بتاعتها واحنا النهاردة يعني كأن بنقول من 800 الف استوانة اللي بيتم استيلكم في اليوم 50% منهم يعتبر بتجاز مستورد النهاردة احنا بنبيع هذه الاستوانة ب75 جنيه ده السعر بتاعها الرسمي في السوق المحلي وبتكلفنا اكتر من 190 جنيه مع التطورات الاخيرة في سعر الصرف بتتجاوز 220 جنيه كمان فاحنا النهاردة لما بنتكلم على استوانة وسلعة رئيسية زي استوانة البتجاز اللي لازم تكون متوفرة في كل بيت وفي كل المحافظات مع اهلنا اللي ما عندهمش غاز طبيعي فاحنا بنأمن هذه الاحتجاجات من خلال الاستراض هل تم زيادة هذه الاسعار طبعا لا احنا يعني مسبتين سعر رسطوانة بأننا فترة وبنأكد انها تكون متوفرة على طول في كل المستودعات وفي كل المراكز والحقيقة ان احنا نقدر نقول انه الرقم ده بيكلفنا دعم اكتر من 90 مليون جنيه في اليوم 90 مليون جنيه في اليوم الواحد يعني ده يخلينا نوصل لأكتر من 36 مليون جنيه في السنة ده بس في بند ده طبعا احنا كدولة وطفقا وطفقا واستراتيجية الحكومة وتكلفات فقامة الرئيس بانه لا نمس هذه السلع والمواطنين وبالذات في هذا الوقت المهم يعني لما ننتقل الى باقي المنتجات زي ما كنت بقوله النهاردة احنا عندنا اليه اسمها التساري التلقائي وطبعا التساري التلقائي دي احنا ابتدناها في يونيو في يوليو 2019 كل 3 شهر بتراجع اسعار المحروقات البنزين والسولار النهاردة وفقا للاسعار العالمية اللي انتوا شايفينها من اسعار خام البترول وخام برينتلية يعني من بين 90 و100 دولار وكذلك مع تغير سعر الصرف احنا النهاردة وفقا والآلية التساري التلقائي كان المفروض انه يتم زيادة اسعار البنزين والسولار في حدود العشرة في المية لو ده الآلية بتتيح الوصول لهذا الحد من الزيادة ولكن برضو ارتقي انه لا يتم زيادة الاسعار تأكيدا على مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي في هذه الفترة وفي نفس الوقت لتأمين التوفر المنتج وبالتالي هذا الرابع من العام تم تسبيت سعر البنزين والسولار الحقيقة انه ده طبعا بيكلف دعم يومي ودعم شهري ودعم هيكلفنا على مدار الفترة اللي هي الرب ولكن في اعتبارات اخرى يمكن زي ما دولة الرئيس قال وطبعا في برامج وحافظ تم صرفها لكن الاهم والخطة الاهم وهو تأمين الوقوت في كل اوقات وعلى مستوى الجمهورية شكرا يا فندم شكرا يا فندم بجد هذا المؤتمر اهم جدا لارسال رسالة طمأنة زي ما دولة رئيسة جدرة بدأ ان بالاضافة لحزبة البرامج الاجتماعية او الدعم الاجتماعي تم الوافقة عليها هناك قرار تخز ان نحاول نثبت خاصة الاسعار والسلع التي توفرها الدولة وهنا بتكلم على بطاقة التموين وكذلك على ريف الخبز ان لا تغيير في اي سعر من هذه السلع خلال الفترة دي لغاية وقلت انا قبل كده لغاية اخر ديسمبر هذا العام هذا الموضوع هو قرار مهم جدا عشان مراعاة تأثير الازمة العالمية اللي حضرتكو كلنا عارفينها وعيشينها والعالم كله عايشها وما قدت اليه الارتفاع اصعار في كل الاساسيات بالاضافة الى اهمية ما وجه به دولة رئيس الوزراء في استمرار كافة المصانع وكافة المتاجر وكافة الامور بحيث اتاحة اتاحة وعرض السلعة بكمية كافية وده مهم وده اللي بيتم التنسيق فيه مع اتحاد الصناعة ومع الغرف التجارية والحق يقال زي ما بنقول دلوقت اهو قلنا هنتعاون مع بعض جميعا ونتحمل الاعباء التي ظهرت نتيجة الازمات العالمية وكذلك نتيجة تحرير الدولار الى نهاية ديسمبر بحيث ان كلنا هنتعاون لمحافظة على زيادة المعروض بالاضافة الى المحافظة على اصعار هذا الموضوع وان شاء الله زي ما دولة رئيس الوزراء تفضل وقال فعلا بنتابعه يوميا وبيجي لتأدير يومي وتابع مع دولة رئيس الوزراء ومع البنك المركزي لزيادة معدل الافراج عن الخامات اللازمة لاستمرار الحملية الانتاجية ومهم جدا عشان نحافظ على الاسعار لابد المعروض من السلع يكون كافي بدرجة هذا الموضوع تقط في موضوع العيش خضراتكم عارفين ان احنا بنستهلك حوالي 8.5 مليون طن امح رويتر بقى اكتب 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 انت بتكتب وانت عارف نعم 8.5 مليون طن امح منهم اربعة الحمد لله خدناهم محلي واربعة ونص مستورة المحلي عارفين ان احنا زودنا السعر عن ما كان عليه اثناء الموسم وبعد اعتماد الموازنة باكتر من 125 جنيه النتيج كان من 725 وصلنا لاكتر من 885 جنيه للاردب وبالتالي 1000 جنيه في الطن فدول عملوا حوالي بالتكاليف الشراء 4 مليار الى 5 مليار وهو حوالي 5 مليار جنيه زيادة في الامح المحلي عما كان محدد في الموازنة ارتفاع الاسعار نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية وكذلك الازمات العالمية واللوجستيات وارتفاع النقل والتأمين وكده المتوسط اللي كان محسوب لطن الامح بالدولار في الموازنة اللي احنا شغالين فيها دلوقتي 300 دولار للطن احنا المتوسط العام اللي وصلنا له فيها دي فترة 418 دولار يعني الطن زادة 118 دولار لما نضرب ده في 4.8 مليون طن هنجد ان احنا قربنا من 5 مليار دولار بمعانا دول يمثله حوالي 18 لعشرين مليار جنيه مصري يعني اللي احصري 15 مدرس 15 لما نضربهم وبالتالي 15.5 يبقى بند العيش بس كلف الموازنة العامة للدولة لاستمرار ضخ كافة الكميات المطلوبة والحفاظ على السعر بخمس قروش كلفنا حوالي كلف الدولة والدولة اهمية انها تحافظ على استقرار الناس انما تحملت الدولة 20 مليار جنيه فوق ال 51 مليار جنيه اللي كانوا مخصوصين للدعم يعني بنكلم على دعم الخدس بدل ما 51 بقى 51 مليار جنيه حتى يمكن انتاجه وحضراتكم عارفين ولغاية دلوقتي بننتج ما بين 250 مليون ل 270 مليون ريف يوم يعني بنكلم على مستوى السنة والمحاسبة كده ولما تضربوها حتى بننتج 93 مليار ريف سنة وده لو حسبتوه الدعم تكلفة ريف الخبز النهاردة بناء على متوسطات الاسعار اللي انا قلتها 85 ارش لما كان في الموازنة كنا حطينه على 65 ارش وبالتالي كل الفرق ده تم استيعابه ليس فقط حضراتكم عارفين ان الزيت بالزيت في منتهى الخطورة ولا يزال اسعاره مضاعفة عن ما كان قبل كورونا والازمة الروسية الاوكرانية الزيت لغاية النهاردة فوق 1500 دولار لبتان واحنا محافظين على ال .8 او 8 من 10 اللي احنا بنديها ب 25 جنيه تكلفتها على الاقل 32 جنيه والجميع يعلم ذلك ومع ذلك بنحاول نحافظ عليها بالاضافة للسكر السكر عالميا نبتدى ارتفع ولكن برضو التوجيه لازلنا نحافظ على كيلو السكر في التموين ب 10 جنيه ونص اقل سعر برى التموين حوالي 14 جنيه لازلنا كذلك نحافظ على اسعار الماكارونا والدولة باول مرة وزارة التموين تدخل انها تمد مصانع الماكارونا بكافة الكميات الامح اللازمة لها او ديئ الاثنين وسبعين اللازمة لها باسعار التكلفة بتاعتنا حتى نحافظ على انتاج الماكارونا وتباع في الاسواق بنفس الاسعار دون نظر لارتفاع سعر الدولار وكذلك ارتفاع سعر طن الامح الخارج هذا ليس فقط تدخلت الوزارة لدعم بعض المخابز السياحية اللي هي بتنتج العيش الفينو وتنتج العيش السياحي لذا كان هناك من شهر الماضي تكدس الامح ولم يكن يفرد عنه لظروف الجميع نعلمها وبالتالي دخلنا ان احنا نمد هذا القرار ده حتى يكون هناك استقرار حقيقي في المنتجات الغذائية اللازمة النقطة المهمة جدا اللي نوى بها دولة رئيس الهزرة هي متابعة المستمرة وزيادة المنافس وكذلك الرقابة الحقيقية على الاسعار هناك مشكلة فعلا في موضوع الاسعار الناس عايزة السلعة تبقى موجودة في كل الدنيا زي بح متعسق مش كده لا ده مركة ودي مركة ودي مركة ولكن هناك اسعار عادلة لما نتكلم 14 جنيه السكر عادل لما نقول مركات معينة وموجودة فيها 16 أو 15 ممكن نبقى عادل إنما لو فيه اي نوع من حجب السلع او بحة بطريقة غير واضحة والسعار مش مكتوبة هنا اللي يجب ان نتدخل وتعاون المواطن معنا مهم جدا واعلننا عن الرقم بتاع حماية المستهلك واعلننا عن الارقام بتاع الوزارة واعلننا عن شكاوى مجلس الوزارة وهي مهمة جدا وبتجينا باستمرار ومتصرين معاها وبالتالي تعاوننا جميعا سواء احنا كحكومة وكذلك الاتحاد الصناعة واتحادات الغرف وكل المنتجين وكذلك المواطنين اعتقد ان احنا نقدم نحرك ونمشي بهذه الفترة الصعبة شكرا لو حضراتكم في ناخد سؤالين او تولي طب سيادة وزير البترول سيادة وزير البترول يعني عن القرارات اللي اتخذتها الحكومة قبل كده فيما يتعلق بعمليات ترشيد استهلاك الغاز في مصر ثانيا بناء على احتياجات الخارج وعمليات التصدير احنا كنا سمعنا ان صدرات مصر من الغاز زادت من 600 الى 600 مليون دولار تقريبا شهريا الاتنين التوتل سواء كان الترشيد والزيادة في الصدرات احنا ممكن نوصل لكام؟ يعني شهريا او سنويا على الاقل هو طبعا لازم نعرف انه موضوع التصدير بالنسبة للغاز مرتبط بحاجتين الموسمية يعني الكميات مرتبط بالصيف والشتاء يعني انا في الصيف كميات بتاعتي بتقل في التصدير نتيجة استخدامات الاعلى هنا في السوق المحلي وفي الشتاء بيبقى عندي التصدير بيبقى اعلى ككميات علشان الخطر بيبقى عندي غاز اكتر استهلاك وبيقل عندنا فبالتاني قد نصدره الجزء الثاني وهو الاسعار العالمية هو السعر العالمي هنا متوقف على النشاط العالمية ووفق نواة العرض والطلب العالمي يعني احنا في الفترة اللي احنا كنا منتكلم فيها في شهر 7-8-9 دي كانت الاسعار ارتفعت ارتفاع لم يسبق له مسيل في العالم وده كان زاعتها نتيجة الاتحاد الاوروبي كان بيملى الخزانات بتاعته لما ملك خزانات بتاعته الاسعار بتدت تقل فعلا دلوقتي احنا الاسعار بيتأقل من نص اللي كانت فيه في شهر 7-8-9 وبالتالي الحقيقة النهاردة لما حضرك بتتكلم على الاسعار الرقم ده بيبقى ديناميكي لكن في متوسط العام نقدر نقول ان احنا ان شاء الله يمكن نستهدف السنة دي الوصول لعشرة مليار دولار صدرت جمالي عام يعني متوسط ما بين الشيطة والصيف في الحدود دي بإذن الله ويمكن عايز اأكد لحضرتك ان في اطار الخطة اللي حصلت بالتنصيق ما بين وزارة الكهرباء ووزارة البترول في موضوع التناغم ما بينهم وبين بعد لان طبعا الجزء الاكبر من استهلاكنا من الغاز بيروح ليه محطات توليد الكهرباء ففي اطار خطة ترشيد الكهرباء بالفعل يمكن كان ده عرضوا معالي وزير الكهرباء نجحنا من خلال الوصول الى الطاقة القصوى لتشغيل محطات سيمينس ان بقى فيه وفر في حدود نقدر نقول 15% بقى موجود النهاردة كرقم طبعا الرقم ده بيتغير ما بين يوم والتاني ولكن فعليا كمتوسطات ده يعتبر الرقم اللي قدرنا ان احنا نحققه واللي احنا بنحاول بقدر الامكان على طول يترجم الى تصدير علشان نقدر نستفيد من مواردنا في توفير عملة صعبة احنا بنتكلم على عين على بعضه يعني هو العين نفسه على بعضه هو ده الرقم بتاعنا ان احنا بنتكلم على 12 شهر هو ده الرقم معالي يا دولة رئيس مجلس الوزراء يعني احنا عارفين الدولة المصرية بتتحرك في محاور عديدة بالنسبة لتوفير السلع الأغازية سواء من الخارج او من الداخل وكذلك عملية ضبط الاسواق عن طريق الحملات اللي هي بتقوم بها الدولة المصرية كان فيه قرار لحضرتك والمواطنين شكروا حضرتك عليه هو وجود اسعار استرشادية بالنسبة للخبز السياحي والقرز هل ممكن وردا تكون هناك قرارات اخرى للسلع اخرى وخاصة في وقت العزمات العالمية والله احنا بنتدخل بهذا الموضوع ويمكن كان احد الامثلة كان موضوع الرز لما طلعنا السعر الخاص بالسائب والمعبأ وبنحاول بقدر ان كان نعمل هذا الموضوع ولازم ناخد بالنا احنا بنتكلم على سوق حر وبالتالي دور الدولة في التدخل لازم يبقى بميزان من دهب لان احيانا لما بيبقى فيه نوع من الزيادة في التدخل او التعسف في التدخل ممكن يؤدي الى اختفاء السلع نفسها واحنا مش عايزين نعمل هذا الموضوع بالتأكيد فبيبقى تدخلنا تدخل محسوب جدا بهدف ان اهم حاجة بالنسبة لي توفي توفر السلع المواطن يبقى دايما السلع موجودة ويبقى بالتوافق الرضائي وبرضه بتدخل محسوب من جهات الرقابة من الدولة يبقى فيه نوع من التعامل والحوكمة مع التجار والكلام ده كله زي ما كان معالي وزير التموين بيقول بتفعيل اكبر لدور جهاز حماية المستهلك في هذه المرحلة وهنا يمكن انا عايز اوجه المواطنين لان انا حضركم عارفين انا ببقى احيانا بتحرك في الشوارع والناس وقابل الناس فبيبقى ناس تشتكيلي فبقول لهم يا جماعة خلينا مع بعض ايجابيين التاجر بيقول لي انا ببقى موجود في منطقة بلاقي والله المحل البقالة ده او بيبيع السلعة بيبيع بسلعة بسعر ولاقي واحد تاني في اخر الشارع بيغالي في الاسعار فبقول هنا دورنا يا جماعة الحكومة مش هتقدر تبقى رقيب على مئات الالاف من المحلات لكن المواطن هنا ليه دور كبير جدا انه لو لقى هذا النسق اللي هو غير جيد يبلغ على طول على هذا المحل يقول الله احنا في المنطقة الفلانية في المحل الفلاني والرقى الرجل ده هنا بيتاجر بصورة يعني غير سليمة بالاسعار وبيبالغ في الاسعار واحنا دورنا بقى ان احنا بنتحرك ونتعامل مع هذه الحالة لكن ده دور مهم ان في هذه المرحلة ان احنا نبلغ عن اللي يقدر ان هو نقدر نقول عليه انه بيمارس ممارسات غير سليمة في موضوع المبالغة في الاسعار اخذ سؤال بقى فاني متفضل شكرا فاني حدقت اشارت الوجود في الافراج عن مسلزمات الانتاج حدقت اوقعك لتأثير ده ايضا على السوق يعني يحصل بنوع من الاستقرار او التراجع في الاسعار في الفترة المقبلة الحاجة التانية فاني بالنسبة للقرارات اللي هي انا اسف فاني انا اسف فاني انا اسف شوية نعم طيب خلينا أقول لحضرتك طبعا إحنا توقعاتنا إن شاء الله مع الإفراج عن هذا الموضوع من شأنه إن شاء الله بإذن الله حيؤدي إلى زيادة إنتاجية السلع وبالتالي الواحد وبالرغم من زيادة سعر الصرف حيؤدي إلى مزيد من التوازن والاستقرار في الأسعار ويمكن حتى بالتنسيق مع اتحادات الغرف والتحادات الصناعات بعضهم قال أنتم من المتوقع أنكم تشهدوا كمان في خلال الفترة اللي جاية يمكن بعض الانخفاض في بعض السلع نتيجة لتوفرها بصورة كبيرة وأن عودة الإنتاج من المصانع بكامل طاقتها وليس بصورة جزئية زي ما كان الوضع قبل كده آخر سؤال بقى من حضراتكم متفضل سيادتك أشارت من شوية إلى الاتفاق مع الاتحاد الصناعات على زيادة اتحاد الغرف على زيادة الصناعات حضرك قلت صناعات والجنف الاتنين مع بعض على رفع روادت بالعملين بالقطاع الخاص فندم حضرك تعلم أن هناك نحو 30 مليون مصري يعملون في القطاع الخاص وينتظرون رفع مرتباتهم أسوة بالعملين في الجهاز الإداري للدولة وفقا من قرات السيادتك خلينا نشرحها ودي يمكن قالها سيادة الرئيس وواجه بها معالي وزارة التخطيط في الكنف الاحتفالية بمرور المائة عام على إنشاء اتحاد الصناعات اللي معني بموضوع هذا الأجور وبالذات في القطاع الخاص هو المجلس القومي للأجور برئاسة السيدة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ولكن بعضوية طبعا عدد من الجهات الحكومية ولكن أيضا عضوية ممثل القطاع الخاص وخلينا يمكن أنا بقول هذه الكلمة من التصريح نفسه اللي قاله رئيس التحاد الصناع قال إن إحنا متعهدين إن إحنا نتحرك في هذا الموضوع وإن إحنا كمان نزود المرتبات بهذا الشأن لكن إن شاء الله في اجتماع قريب للمجلس القومي للأجور عشان يناقش هذه الجزئية ولكن خلينا أكد على حاجة مهمة جدا الموضوع ليس إجبار لإن زي ما بنقول بتبقى أحيانا ظروف كل مصنع وكل صناعة مرتبطة بظروف معينة فأنا ما أقدرش النهاردة أجبر أصحاب الأعمال يعني أنا أعسى فأقول كلمة قصرا على إن هم يزودوا لإنه بيبقى عنده هو اقتصاديات معينة ولكن التوجه العام واللي إحنا بندعمه ونشجعه كدولة إن القطاع الخاص أيضا يقوم بهذه الزيادات علشان يبقى كل المواطنين يستفادوا لكن توقيتها وملأمتها والقيمة نفسها برضو دي بتترك للقطاع الخاص والصناعة عشان يحدد هذا الموضوع تبقى لظروفه إننا إحنا بنحاول دايما في اجتماع المجلس القومي للأجور إن إحنا ندعم التوجه علشان برضو ننحازل صالح العمال البسطاء في القطاع الخاص ولكن طبعا التوقيت نفسه بتاعة التطبيق يعني إحنا خدنا القرار النهاردة بتاع الحكومة بالتطبيق الفوري إحنا قلنا هنبدأ من نوفمبر زي ما خدنا القرار ودخلنا للبرلمان والبرلمان وافق فحنبدأ فورا إن شاء الله مرتب شهر نوفمبر اللي بيتصرف قبل آخر الشهر حيبقى بيتطبع عليه زياد لكن بالنسبة للقطاع الخاص ممكن يبقى يقولك أنا موافق بس يعني إديني فرصة شهرين ثلاثة أربعة ممكن ده يبقى تبقى لكل قطاع أنا مقدرش أفرض عليه لكن اللي بيحصل بنتوافق مع بعض على خطة وبنتحرك بيها ده دورنا ولكن إحنا كدولة حارسين على هذا الموضوع ولكن مرة أخرى بأكد عليها دي بتبقى مطروكة للقطاع الخاص علشان ظروفهم وطبيعة عملهم وفي الفترة دي إحنا كلنا عارفين مدى الصعوبة في توفير مستلزمات الإنتاج وكل الكلام ده إحنا هدفنا تاني مرة أخرى أهم شيء بالنسبة لي كحكومة في هذه المرحلة الحفاظ على استقرار السلع وتوفرها بالصورة الكافية علشان المواطن يجد هذه السلع وما يبقاش فيه أي نوع من التزاحم ولا التكالب عليها لأن التزاحم على طول بيدي الفرصة للمضاربة لكن جزء من اللي محركوا مسألتوا أنتم متوقعين أن الأسعار حيحصل لها إيه في الفترة الجاية مع الإفراج عن مستلزمات الإنتاج والمواد الخام أنا قلت لحضرتك وكان ده ردي أن كل ما حتبدأ المصانع تعود إلى الحد الأقصى للإنتاج معناها وفرة في العرض طالما في وفرة في العرض يبقى خلاص لوحدها من غير تدخل من الدولة الأسعار بتتوازن فهو ده هدفنا في المرحلة دي أن نحن نحافظ على الاستقرار هذه المنظومة أنا بشكر حضراتكم وإن شاء الله كل التمنيات وبإذن الله يا رب أن نحن متابعين هذه الفترة الدقيقة والحكومة يعني على مدار اليوم بتشتغل وهدفها كل حرصنا كدولة النهاردة وتوجيه فخامة الرئيس حماية الفئات المحدودة الدخل وتوفير السلع لكل مواطنين علشان دائما استقرار الأسواق والسلع بشكر حضراتكم جميعا شكرا ترجمة نانسي قنقر